انتقل بحضراتكم ايضا الى خبر جميل جدا عايز ابدأ الخبر اولا زي ما حضراتكم تابعتم معنا في الايام الماضية احنا نقلنا لحضراتكم مهرجان الالعى الموسيقي ولكن انا عايز اخش ابعد من كده شوية في هذا النقر هذا النقر هو تضافر لجهود دولة وتضافر لجهود الشركة المتحدة مع قناة الحياة او عبر قناة الحياة للمجتمع المصري كله دي كانت الهدية الدولة ممثلة في وزارة السياحة والاثار بتدي المكان اللي هو جبيل جدا قلعة صلاح الدين وزارة الثقافة ممثلة في الابرة المصرية بكل الفرق والاتفاق مع الفرق والفنانين والترتيبات والاضاءة والصوت وخلافه والشركة المتحدة مع قناة الحياة فرق النقل الهوائي المباشر اللي قدمت لحضراتكم هذا الانجاز وهذا الابهار اللي تفرج عليه العالم العربي كله عايز اقول لكم العالم العربي كله وليس في مصر فقط ملايين ملايين من الناس ملايين من الناس اتفرجوا عبر شاشة التليفزيون 20 مليون مشاهد على السوشال ميديا واكتر دعنا على حضراتكم ودي ارقام انا بحب اتكلم مع حضراتكم بالارقام انجازات قناة الحياة 36 ساعة بث مباشر تمت 20 مليون مشاهدة كل حفلات المهرجان بسبب هذه الدعاية الضخمة التي قدمتها قناة الحياة للمهرجان وللموسيقى المحترمة والغناء المحترم كل هذه الاشياء ادت الى 20 مليون مشاهد الاف الاخبار في الصحافة العربية وعلى الويب سايت العربية دقلا عن قناة الحياة وعن الاخبار اللي كنا بننقل حضراتكم عملنا لحضراتكم 17 برومو او اعلان عن الحفلات علشان تتابعهم تبقوا فاهمين ايه مين بييجي فين الساعة كام وخلافه عملنا 32 لقاء حصري خاص فقط بقناة الحياة عملناهم مع الفنانين ومع النقاد خلقنا هذه الحالة تابعنا هذه الحالة قدمنا هذه الحالة وكنا خايفين ولكن بعد اليوم الاول تأكد النجاح تأكد النجاح ليه علشان زوق المواطن المصلي الذي كان يتابع هذا المهرجان علشان حضراتكم لما شفتم هذا النقل ودعمتم هذه الحالة العامة نزلت الناس وعايز اقولكو ان 15 تقرير اتعمل عن هذا المهرجان ونزلت الناس تعدت التذاكر المئة الف او المئة واربعين الف بني ادم نزلوا مؤالوا احنا لما شفنا في قناة الحياة عرفنا من التذكرة رخيصة وان التنظيم جيد نزلنا نتفرج وفي الاضافة الى كل ده اشياء اخرى كثيرة اهمها ان تكون لديك قدرة على ان تجتمع الجهود من التليفزيون ومن الشباب تحية لكل زملائي من المتحدة وتحية لكل زملائي في قناة الحياة انا سعيدت جدا لما وقفهم على فكرة صورهم الشخصية وهم وقفين بعد الحفلة الختامية بالامس ليه الفنان الكبير وعمر خيرت اللي بقى الترند كسر العالم العربي كله صورهم وهم فرحنين هم فرحنين بالمجهود وفرحنين بالنجاح اللي حضراتكم كمشاهدين وصلتونا اليه وقدرنا ان احنا نوصل لكم ده